السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلا وسهلا بكم في درس جديد من دور التعليم سنتابع حديثنا في هذا الدرس عن اللوبينغ في الدرس السابق قمنا بإمشاء هذا المثال وسنتابع في هذا الدرس حديثنا هنا لدينا في الأعلى لدينا طبعا هنا تقريبا تطبيقين منفصلين فلدينا هنا عبارة عن مصفوفة من الأرقام يتم عمل إضافة عنصر إليها أولا يتم طباعتها هنا وأيضا بإمكاننا عمل إضافة لعنصر جديد هنا وطباعتها ولكن هنا في الأسفل لدينا عبارة عن مصفوفة باسم list2 وتحتوي على مجموعة من الأوبجكس وهنا نقوم بعمل طباعة لهذه المصفوفة إذن كما لاحظنا هنا نحن نقوم بعمل طباعة عادية ويمكن أن نقوم بعمل two-way data binding باستخدام input فممكن أن نقوم بكتابة بهذا الشكل أو من الممكن أن نقوم بترك هذه المصفوفة كطباعة أو هذه اللوب لطباعة في قطوة نكرر الطباعة مرة أخرى واللوب مرة أخرى لنقوم بوضع هنا input فنكتب مثلا input هنا بهذا الشكل ومن الممكن أن نقوم بعمل bind لهذا العنصر ضمن المصفوفة فنكتب ونقوم بكتابة item dot name بهذا الشكل وبشكل مشابه لهذا الشكل الآن في حال عدنا للمصفوفة للمتصفح وضغطنا على زر التحديث سأقوم بعمل بعض التصميم أولا سأقوم بإلغاء هذا الجزء العلوي في الوقت الحالي طبعا لسنا بحاجة إليه فسأقوم بوضع وضع من div وسأقوم بعمل إذن v-if false فإذن هذا الشرط دائما غير محقق فبالتالي لن يتم عرض هذا المثال العلوي وأيضا هنا في الأسفل ممكن أن نقوم باستبدال هذه div إلى span مثلا بهذا الشكل كما عمله حزبها هنا ممكن أن نقوم بوضع إذن مصطور جديد في حال ضغطنا على زر التحديث فممكن أن نكتفي بVR واحدة هنا إذن لا بأس بهذا الشكل الآن في حال قمنا بالتعديل على أحمد هنا كما نلاحظ يتم التعديل على اللوب العلوية أيضا وذلك لأننا فعليا نقوم ب التعديل على الأبجيكت الموجود ضمن view instance وأيضا بشكل مشابه للأيج وحتى في العناصر الأخرى كما نلاحظ إذن مباشرة يتم التعديل على view instance على data في view instance وبالتالي يتم التعديل هنا مباشرة فإذن في الدرس السابق تحدثنا عن مثال عن طريقة إضافة عنصر جديد على المصفوفة ووجدنا أنه يتم إضافة هذا العنصر مباشرة وأيضا في حال قمنا بالتعديل نلاحظ أنه يتم التعديل مباشرة وأيضا من الممكن أن نقوم بعمل حزف فممكن أن نضع زر حزف بجانب كل عنصر من هذه العناصر فمثلا سأقوم بوضع زر هنا مثلا هنا الممكن أن أقوم باستخدام الاندكس فلاستخدام الاندكس أي الترتيب لهذا العنصر فممكن أن نكتب بهذا الشكل ونكتب item فاصلة index بهذا الشكل وهنا ممكن أن نقوم بوضع مثلا عنوان معين مثلا بهذا الشكل وسأقوم بوضع إشارية المربع ثم سأقوم بطباعة هذا الاندكس ففي حال انتقلنا هنا وضغطنا على زر التحديث كمان الواحد إذن لدينا 012 ممكن أن نضيف رقم 1 فليبدو المغوء أكثر إذن 1 2 3 فبهذا الشكل ممكن أن يكون أفضل قليلا فهنا إذن سنقوم الآن بإضافة زر لحزف إذن هذا العنصر فهنا في ضمن هذه اللوب سأضع هنا إذن button وبهذا الشكل إذن button ونص الbutton إذن delete مثلا وفي حال تم الضغط على هذا الزر سنقوم باستدعاء دال جديد وهي إذن delete item وسنقوم بإرسال الاندكس الذي نريد حسفه فهنا في الأسفل سنقوم بتعريف هذه الدال اللي لدينا فإذن انتقلنا هنا إلى الأسفل وقمنا بإضافة الدال إذن فاصلة delete وهي طبعا عبارة عن function يكتب بهذا الشكل إذن function ولدينا برامتر الاندكس وسيتم إذن كما ذكرنا حزف فهنا فسنقوم إذن بكتابة لإندكس فاصلة واحد فسيتم إذن حزف من هذه المصفوفة إذن سنقوم إذن بحزف بحزف العنصر رقم إندكس وبعد العنصر سنحزف عنصر واحد من هذا الإندكس ففي حال الآن التقلنا إلى المتصفح وضغطنا على زر التحديث سأضغط على delete this في العنصر الثاني فإذن delete this كما نلاحظ إذن تم حزف العنصر الثاني الذي اسمه طبعا بشير كان ولاحظنا أن الاندكس طبعا انتقل الاندكس رقم اثنان وبالتالي طبعا اندكس رقم اثنان هو اندكس رقم واحد كما نلاحظ هنا فإذا ننتقل للعنصر التالي فطبعا بهذا الشكل نكون قد تعرفنا على طريقة أيضا عمل زر لحزف عنصر من عناصر المصفوفة ولاحظنا أيضا أنه يتم مباشرة إعادة معالجة هذه اللوب سواء لدينا هنا في العل نلاحظ أن العنصر نقص وأيضا لدينا هنا في الأسفل أيضا هذا العنصر نقص من التمبلت الموجود لدينا وأيضا تعرفنا على أمر ثاني وهو الاندكس فلدينا هنا في الفور طبعا ممكن أن نقوم بكتابة item in list 2 وممكن أن نكتب قوسين بهذا الشكل فنحصل على item ونحصل أيضا على index والذي هو ترتيب هذا العنصر ضمن المصفوفة والذي يبدأ من الرقم صفر وصعودا إلى نهاية عدد العناصر ضمن المصفوفة طبعا نقص 1 وبهذا الشكل طبعا نكون قد وصلنا لنهاية هذا الدرس لا تنسى الاشتراك في القناة لإصلاك جديد الدروس والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته